دتا ساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبد الفتاح سيسي بالمحافظة على استمرارية المغزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية خاصة المدرج منها على بطاقة التومين والتي تتحمل الدولة الزيادات التي تمت عليها حتى الآن كما وجه رئيس سيسي خلال اجتماع عقده مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين وجه باستكمال مراحل التالية لمشروع الصوامة الاستراتيجية لزيادة الحجم الاستيعابي والتغزيني لها وقد وجه الرئيس بضرورة توفير كافة السلع في جميع تلك المنافذ بأسعار ميسرة للمواطنين والتنصيق مع كافة المحافظات والغرف التجارية لإقامة التجهيزات والبنية الأساسية للمعارض الغذائية مع تنظيم حمالات دائمة للمتابعة الدورية لضمان التزام العارضين بالأسعار المقررة والمعلنة تقدم الرئيس عبد الفتاح سيسي بالتهنئة للشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج وقال الرئيس سيسي في تدوينة الله على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة الإسراء والمعراج إن تلك الذكرى العطرة التي تجلت فيها رحمة الله سبحانه وتعالى بأمتنا فكانت منهجا للحياة وجهادا للنفس سائل الله تعالى في هذه المناسبة الطيبة أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء وشر هنأت السيدة انتصار سيسي قرينة رئيس الجمهورية الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول ليلة الإسراء والمعراج وقالت قرينة الرئيس في تدوينة الله على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إن تلك الرحلة المقدسة التي أنعم بها الله على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم تسريع عنه ورفعة لمقامه الشريف تلك الذكرى العطرة التي تتجلى فيها مشاعر الإيمان بمعجزات الله والتذكير بأن رسالة خاتم المرسلين هي رسالة الأنبياء أجمعين دعي الله أن يحفظ الأمة العربية والإسلامية وأن يعم السلام كافة بقاع الأرض أعنات الخدمة الحكومية لاتصالات الخاصة وحماية المعلومات في أوكرانيا أنه تم سماع انفجارات في العاصمة كييف وفي مدينة غر كيف صباح اليوم وأضافت في بيان أن نيران اشتعلت في مبنى سكريني بمندينة تشيزنيف بشمال أوكرانيا بعد إصابته بصاروخ وكانت وزارة الداخلية الأوكرانية نشرت مقاطع فيديو متعددة لما قالت أنها عربات مضرعة مدمرة وقوات روسية مستسلمة في مدينة خركيف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل الإعلام الأوكرانية وشبكات التواصل الاجتماعي مركبات روسية تتحرك عبر خركيف وقوات روسية تجوب المدينة في مجموعات صغيرة وأظهر أحد مقاطع الفيديو جنوداً أوكرانيين يتفقدون المركبات الروسية الخفيفة التي تضررت جراء القصف وتركتها القوات الروسية في أحد الشوارع أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري محادثات اليوم عبر الهاتف مع حلفاء بلاده وشركائها لمناقشة تطورات الهجوم الروسية على أوكرانيا وتنصيق رد موحد ولم يحدد بيان البيت الأبيض الشخصيات المشاركة في هذه المحادثات التي تجرى اليوم كما دع البيت الأبيض الصين إلى التنديد بالهجوم الروسية على أوكرانيا ووضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحدات الأسلحة نوية في حالة تأهب هذا وكانت دول مجموعة السبع حذرت من أنها ستتخذ إجراءات أخرى تضاف إلى العقوبات التي أعلنت سابقا إذا لم توقف روسيا عملياتها العسكرية أعلى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن دولا أعضاف الاتحاد مستعدة للتزويد الجيش الأوكراني بطائرات مقاتلة وصرح بوريل بعد اجتماع عبر الفيديو كونفرنس مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبية أن وزراء الخارجية الأوروبيين خصصوا 450 مليون يورو لشراء أسلحة وتسليمها للجيش الأوكراني لمساعدته في الحرب الدائرة وقال بوريل أن وزراء خارجية الدول الاتحاد اتفقوا على وقف التعامل مع المصرف المركزي الروسي وذلك بالتنصيق مع الدول الأعضاء في مجموعة السبع وأوضح بوريل أن أكثر من نصف احتياطات المصرف المركزي ستتعطل لأنها موضوع في مؤسسات بدول مجموعة السبع أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 1113 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفى إجمالي متعافين من الفيروس إلى 412 حالة و161 حالة وأوضح حتى وزارة الصحة تسجيل 1521 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتحورته مشيرة إلى وفاة 48 حالة جديدة ختم مجزء التاسعة هنعود مرة أخرى لأحمد وجمانا لاستكمال باقي فقرات صباحة اليوم دينا بشكرك جزيل الشكر